نفير عالمي لمواجهة فيروس كورونا والمكانات الطبية لا تهدأ في سبيل إنتاج المواد الوقائية اللازمة وفي ظل ذلك يبرز التنافس الدولي لتقديم الأفضل خدمة للإنسانية تركيا إحدى أهم الدول التي قدمت المنتجات الطبية تفتتح مصنعا جديدا للكمامات في مدينة إسطنبول المصنع الخاص Global Musk يعد من أكبر مصانع الشرق الأوسط بحسب ما يقول مالكوه وبقدرة إنتاجية مبدئية تتجاوز ثلاثة ملايين كمامة يوميا بصفتي مالكو المصنع ومديره أؤكد أن كل الماكينات والمواد المستخدمة هنا هي صناعة تركية مئة بالمئة وقمنا بإنجاز المصنع وتجهيزه خلال الثمانية وعشرين يوما فقط ثم أعلننا اليوم افتتاح المصنع ونؤكد أن هدفنا الأساسي من هذا المشروع هو إنساني بالدرجة الأولى لمواجهة هذا الفيروس الخطير نصف أرباح المصنع ستعطى للدولة هبة من مالكيه بحسب ما ذكروا إذ أن الهدف الأساسي من هذا المصنع إنساني قبل كل شيء وجاء تلبية للاحتياج العالمي الشديد لوسائل الوقاية من فيروس كورونا وستصدر منتجاته مبدئيا إلى أكثر من 15 دولة ويطمح المسؤولون عن المصنع أن تزيد قدرته الانتاجية عشرة أضعاف في الفترة المقبلة لإيصال منتجاته إلى مختلف دول العالم عندما رأينا فيروس كورونا ينتشر في بلدنا أول قرار انتخذناه هو تأسيس هذا المصنع لمعرفتنا بالحاجة الماسة للكمامات واليوم تم افتتاح المصنع رسمياً دون وجود أي معوقات كما أن جميع المواد الخام متوفرة بكثرة ولا أعتقد أننا سنواجه صعوبات في المستقبل جهود حثيثة تبذل في تركيا لمواجهة كورونا تمكنت من احتوائه والسيطرة على خطورة انتشاره بحسب ما تشير الأرقام